عاجل كيف سيربط السيسي البحر الأحمر بالبحر المتوسط عن طريق الصحراء وعاجل تفاصيل قيام مصر الإعلان عن تشغيل رحلة يومية مع قطر ننشر لكم التفاصيل وعاجل جدا تحذير للمواطنين من الخروج والتواجد في الأماكن المكشوفة وعاجل الرئيس السيسي يتحرك لأسلحة الجيش المصري واجتماع عاجل لقوات المسلحة مع الرئيس السيسي وتفاصيل قيام مصر بإعادة مواطنا من السعودية بسبب فيديو على الإنترنت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزائي متابعيني في قناة مصر ميديا آي إي بي الإخبارية قبل ما نبدأ أعوزيني صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اذكروا الله يا جماعة الخير احنا بننشر لحضرككم أهم الأخبار في آخر 24 ساعة وقبل ما نبدأ اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ألف لايك وقبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده اكتب تحيا مصر في التعليقات تحت عاوزين نوصل أكتر من 400 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا رجالة وقدها ووطنيين تعالوا نبدأ مع بعض في تفاصيل هذا الخبر الهام وعاجل كيف سيربط الرئيس السيسي البحر الأحمر بالبحر المتوسط عن طريق الصحراء بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة سيمينيز إنشاء منظومة متكاملة لقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمال أطوال تبلغ حوالي ألف كيلو متر وتبلغ تكلفة المنظومة وفقا لبيان الرئاسة المصرية 360 مليار جنيه وذلك بدءا بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العالمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة وبعدد 15 محطة بطول 460 كيلو متر حيث استغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين وأكد الرئيس السيسي أن خط القطار الكهربائي الجديد سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة نظرا لأنه سيربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدن رئيسية الأمر الذي سيعزز من جهود التنمية في مصر ويفتح آفاقا مستقبلية وعيدة لتطوير التعاون مع سيمنيز في نظم النقل الحديثة المصدر معنا كم من أرطين هنا نجد كيف سيقوم الرئيس السيسي بربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر فإن شاء الله نتمنى الخير وننتظر إتمام هذا المشروع العظيم وتعالوا نشوف مع بعض خبر تاني في منتهى الأهمية وعاجل تفاصيل قيام مصر الإعلان عن تشغيل رحلة يومية مع قطر أعلنت مصر للطيران بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ويأتي ذلك في ظل قرار الحكومة المصرية إعادة فتح المجال الجوي لتسيير الرحلات مع قطر ومن المقرر أن تسير مصر للطيران رحلاتها اليومية رقم MS 936 و MS 935 بين القاهرة والدوحة بأحدى استرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة ومن المخطط أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة وتصل 12.55 بتوقيت الدوحة وعودة الإقلاع 14.10 بتوقيت الدوحة ووصول القاهرة 16.50 بالتوقيت المحلي بالإضافة إلى ذلك قررت الشركة تطبيق تخفيب بنسبة 20% على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة لشراء التذاكر حتى نهاية تناير والسفر حتى 10 فبراير 2021 في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد المصدر معنا كان من RT هذه خطوة نتمنى إن شاء الله أنها يكون خطوة إيجابية بالنسبة لمصر أولا ثم لباقي الدول منتظر أي حضركم في التعليقات تحت أسفل الفيديو وتعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم معنا وعاجل جدا تحذير للمواطنين من الخروج والتواجد في الأماكن المكشوفة حذر مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر محمود شاهين المواطنين من الخروج والتواجد في الأماكن المكشوفة على مدار الأيام القادمة وأكد شاهين أن أصحاب الأمراض الصدرية يجب عليهم تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة وعدم التعرض لنشاط الرياح وتجنب الخروج إلا للضرورة وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد المواطنين بتوخي الحذر بسبب نشاط الرياح خاصة على الطرق المكشوفة والطرق الصحراوية كما وجه شاهين المواطنين بعدم التواجد أسفل لوحات الإعلانات في ظل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة فضلا عن القيادة بهدوء على الطرق وتشهد مصر حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بدءا من اليوم وخلال الساعات المقبلة حيث تشهد البلاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وفرص أمطار على السواحل الشمالية ومدن القناة الوجه البحري مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المصدر معانا كان من اليوم السابع منتظر رأي حضركم مخصوص هذا الخبر الهام والعاجل تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني منتهى الأهمية وعاجل الرئيس السيسي يتحرك لأسلحة الجيش المصري واكتماع عاجل لقوات المسلحة مع الرئيس السيسي بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطر التعاون مع رئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية المتخصصة في صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات ووفقا لبيان من الرئاسة المصرية فقد حضر الاجتماع عددا كبيرا من قادة الجيش المصري على رأسهم قائد قوات البحرية الفريق أحمد خالد وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي أن الاجتماع شهد التباحث حول أطر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية التي تمتلك خبرات عميقة في مجال بناء السفن بمختلف الطرازات وأوضح أن الاجتماع تناول نقل تكنولوجيا بناء السفن بالتعاون مع ترسانات القوات البحرية المصرية وشركات جهاز الصناعات البحرية إلى جانب تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية مع تلك المجالات تبقى للمواصفات القياسية العالمية ومتطلبات الجودة المصدر معنا كان من RT خطوة مهمة جدا من الرئيس السيسي لبناء أسلحة الجيش المصري وبناء يحمي الجيش المصري وفيه تقدم دائم إن شاء الله تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني في منتهى الأهمية وتفاصيل قيام مصر بإعادة مواطنا من السعودية بسبب فيديو على الإنترنت أعلنت وزارة قوى العاملة المصرية إعادة مواطنا مصرية من السعودية بعد انتشار فيديو له يتضرر فيه من نومه على أرصفة الطرق لعدم قدراته على العودة إلى مصر وقال هيسم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة قوى العاملة المصرية إن وزير القوى العاملة محمد سعفان وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول ذلك المواطن المصري على تأشيرة خروج النهائي من السعودية واستخراج وثيقة صفر له مع حجز تذكرة طيران له للعودة إلى القاهرة وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض كشف فيه عن قيام الملحق العمالي كريم أبو السعود بالتوجه إلى مكان المواطن المذكور خلال 24 ساعة من نشر الفيديو وتم نقله إلى مقر إقامة في فندق بالرياض متحملا تكاليف إقامته على نفقته الشخصية وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الخروج النهائي وعودته إلى أرض الوطن ولفت أحمد رجائي إلى أن مكتب التمثيل العمالي نجح في الحصول على تأشيرة خروج النهائي للمواطن فضلا عن استخراج وثيقة سفر وحجز تذكرة طيران على طائرة مصر للطيران للمغادرة يوم 13 يناير للمغادرة أمس يوم 13 يناير المصدر معانا كان من اليوم السابع وإن شاء الله يعود لمصر سالما آمنا تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني ومبادرة جديدة لدعم السياحة والطيران في مصر كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري عن مبادرة جديدة من الحكومة المصرية لدعم قطاع السياحة وتحفيز برنامج طيران في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وقال الوزير المصري في بيان إن المبادرة تشمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران ليصل إلى 15 سنة للجالون والتي سيتم اعتبارا من 21 يناير الجاري وحتى نهاية العام الحالي من جانبه أشهد وزير السياحة والأثار المصري خالد العناني بهذه المبادرة التي ستساهم بشكل إيجابي في زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية خاصة أن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحي ويعد قطاعي الطيران والسياحة أكثر قطاعات الاقتصادية تضررا من أزمة فيروس كورونا وذلك بسبب القيود التي تم فرضها على حركة الطيران للحد من انتشار الفيروس المصدر معنا كان من RT منتظر رأي حضركم بخصوص هذا القبر الهام والعاجل جينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام من قناتكم مصري ميديا IEP إن شاء الله شوفكم في فيديو جديد كان معكم إسلام وأبا نوب مسؤول المنتاج يعني تحية كبيرة لي لأنه بيتعب معنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته